في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في 31 من العام 2002 صدر القرار رقم 29 قرار يمنح تأشيرات دخول وإقامة مجانية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد حتى سنة في المطار والمراكز الحدودية لرعاية معظم الدول الأوروبية والأمريكية ودول التعاون الخليجي السعودية الكويت الإمارات البحرين قطر عمان إضافة إلى رعاية المملكة الأردنية الهاشمية والعراق بعد انتهاء موجة النزوح كما أضيف إلى هذا القرار فيما بعد أكثر من دولة أبرزها إيران عام 2006 وخلال عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة طرح وقف العمل بقرار التأشيرات التلقائية في المطار وعلى الحدود لكن أي قرار لم يتخذ على هذا الصعيد أما اليوم فبين طلب الأمن العام وقف العمل بالتأشيرات التلقائية لدواع أمنية واعتبار فريق 14 أذار أن الطلب يستهدف دول التعاون الخليجي فقط بقيت الأمور على حالها وبقي معها لبنان مشرعا أمام الإرهاب أكان الانتحاري سعوديا كما حصل في فندق ديروي أو أوروبيا فرنسيا كالذي أوقف في مداهمات فندق نابوليون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر